اشتركوا في القناة من المعلومات الجديدة عن طور الالاين لعبة RDR2 على حسب اخر المعلومات الموجودة انه والله بعض الاشخاص قاعدين يلعبون لعبة Red Dead Redemption 2 وانا اتوقع انه هذول الاشخاص اللي قاعدين يجربون اللعبة غالبا غالبا راح يكونون مطورين للعبة Red Dead Redemption 2 والبيتا تيستر طبعا زي ما تشوفون في صورة الاشيفمنت هذه طبعا هذه الصورة جاية من Xbox One انه زي ما تشوفون اول تروفي راح يكون اللي هو الbreak out مكتوب اللي هو اللاعبين جابوا هذا التروفي وكان موجود اللي هو 0.1 من 10 المفروض انه يكون 0% لانه ما حتجرب هذا اللي ما حتجرب الالاين لكن زي ما تشوفون الان راح يكون اللي هو 0.1 من 10% من الناس اللي جربوا او فكوا هذا التروفي يعني في مجموعة من الاشخاص جربوا الالاين وفكوا هذا التروفي وكلنا نعرف انه هذا التروفي راح يجيك اول ما تلعب طور الالاين واذا دل على شيء فهذا يدل على انه والله روكستار في المراحل الاخيرة من اطلاق الالاين للعبة رديد رديمشن 2 فيعني والله اذا في مجموعة من الاشخاص قاعدين يجربون اللعبة فهذا يعني انه خلاص ترى الروكستار قاعدة بس تتحط اللمسات الاخيرة على طور الالاين وراح ينزل قريبا طيب اغلب الاشخاص والله مستعجل على الالاين جدا ومرة مرة متحمس وبيعرف بالضبط متى بالدم يعني الا بيعرف شوف يا خوي روكستار ما اعطتنا يوم معين وقالتنا والله في هذا اليوم المعين راح ينزل طور الالاين بشكل رسمي ابدا ما قالت زي كذا فقط قالت انه اللعبة راح تنزل في شهر نوفمبر اللي هو شهرنا الحالي واذا روكستار والله تيب توفي بوعدها حنا اليوم 25 نوفمبر تاري 25 نوفمبر حلو بقي لنا خمسة ايام عشان نوصل لنهاية الشهر اللي هو 30 نوفمبر اذا والله روكستار تيب توفي بوعدها لازم تنزل لنا او تعطينا معلومتين اللي هو التريلر الرسمي تعطينا ومن التريلر الرسمي راح نعرف متى الاصدار الرسمي لطور الالاين فاذا روكستار تيب توفي بوعدها لازم تنزل التريلر ومن التريلر حنا راح نعرف متى الاصدار الرسمي لطور الالاين طبعا بناءا على اني يعني انا دائما نلعب لعب روكستار واعرف متى تحديثاتهم انا توقع الخاص انه تاريخ 27 نوفمبر يوم الثلاثاء القادم يعني بعد يومين رح ينزل لنا التريلر الرسمي للعبة حلو ويوم الجمعة 30 نوفمبر رح نقدر نلعب طورة الانلاين بشكل رسمي هذا توقعي وهذا وجهة نظري انا وروكستار لهم الكلمة الاولى والاخيرة في نقطة ايضا تكلم عنها البعض اللي هو هل ممكن روكستار تأجل طورة الانلاين لوقت لاحق الاجابة في احتمالية جدا جدا يعني ميعي كبيرة جدا لكن في احتمالية موجودة يعني ممكن توصل 30 الى 40% انه ممكن روكستار والله تأجل طور الانلاين وفي ايضا نظرية ثانية او معلومة ثانية انه كيف والله روكستار تأجل شيء وهي هو اصلا ما في موعد اصدار رسمي للعبة كيف تعجل شيء وانت اصلا ما اعطيتنا موعد اصدار رسمي عرفت؟ فيعني هي ممكن يعني ممكن اجلونها والاحتمالية موجودة 30 الى 40% وايضا شيء الثاني بعض الشخص قال انه كيف اصلا تأجل شيء وانت ما عندك اصلا موعد اصدار رسمي يعني والله صراحة انا ما ادري ايش راح يسوون في طور الاونلاين اذا بينزل راح ينزل في الخمسة الايام الجاية اذا ما نزل في الخمسة الايام الجاية لازم روكستار يطلقون بيان رسمي انه والله ترى اجلنا اللعبة لوقت معين فننتظر الخمسة الايام الجاية وان شاء الله يعني ينزل طور الاونلاين لانه جدا جدا متحمسين وانا من اول واحد انا متحمس لطور الاونلاين لعبة ريد هيد ريد امشين 2 ان شاء الله انكم يكونوا يعني استفدتم من المعلومات هذه وكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تعرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك عشان يجينا طور الاونلاين باسرع وقت ولا حطوا لايك لا يجيكم هيد يلا سلام عليك اشتركوا في القناة